الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مصلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم ثنين فكذبوهما فعززنا بخالصا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أوتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم طاتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم أإن زكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقزون إني إذا لفي غلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من غسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لضينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نصيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابط النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم يعقزون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن واصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال يعلى الأرائك متقعون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون صلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون علم معاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم معدف مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفضاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم موسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير لأنصان أنا خلقناه من نتفة فيذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمافات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجع الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها فوضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبز العسف والريحام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان غب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السمابات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمابات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت ورضة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل أنسا به عنص ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوقض بالنباس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكعين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن يرس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نذخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكيين على رفرف خدر وعبقر حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنزرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مصلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بخالصا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم طاته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن زكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدرل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقزون إني إذا لفي غلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من غسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لضينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزفاج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابط النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا زرديتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن مشاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم يعقزون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رضقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يعصلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقعون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون صلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون علم معاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم معدف مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفضاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ودور الله آلهة لعلهم منسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير لأنصان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمابات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجع بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنصان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها فوضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيم البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولحبز العسف والريحام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنصان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان غب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السمابات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمابات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنقصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت ورضة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل أنسا به أنص ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوقظ بالنباس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ندخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكيين على رفرف خضر وعبقر حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنزرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مصلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بصالص فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أوتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم طاطه لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن زكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي غلال مبين إني آمات بربك فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من غسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لضينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابط النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا زرديتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن مشاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم يعقزون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رضقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أعتعمه إن آتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متقعون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون صلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون علم معاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم معدف مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفضاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مدي ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ودون الله آلهة لعلهم موسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير لأنصان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمابات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يطول له كن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجع الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنصان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها فوضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيم البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولحبز العسف والريحام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنصان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان غب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السمابات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمابات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنقصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت ورضة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل أنسا به أنص ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنباس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكعين على فرش بطائمها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن ينصر قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ندخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقر حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام